موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من الإخبارية تريندينج لنتعرف على أهم المنشورات التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي بلد بحجم القارة بتنوعه الثقافي والجغرافي أو بشساعته ومساحته التي تتجاوز المليوني كيلومتر مربع الجزائر القارة واسم تصدر تريند مرة أخرى هذه المرة تبهيا بالفرق الزمني بين أول منطقة يرفع فيها أذان المغرب بلدية الدبداب بولاية إليزي على ساعة السادسة وخمس وثلاثين دقيقة مساء وآخر منطقة بلدية حاسم نير بولاية تندوف على الساعة الثامنة وخمس دقائق ويصل هذا الفرق الزمني إلى ساعة ونصف نعم هذه هي الجزائر القارة وهكذا تم تداول العديد من المنشورات حول هذا الموضوع في مختلف منصات التواصل الاجتماعي من فيسبوك تويتر وكذلك انستغرام إضافة إلى عديد من التعليق المتباهية بذلك من بينها أول تعليق من عبد الرحمن الذي جاء فيه سبحان الله كنت تفكر باللي في تبسة نكونوا نشربوا في القهوة وفي تلمسان ما زالوا صايمين نقول صاحب اللي قارة ماشي بلاد تعليق ثاني من مباركة بن معراوي تقول ما شاء الله شساعة وكبر الجزائر اللهم احفظها من الفتن مظهر منها ومبطن رمضان مبارك للجميع أما العياش روابح فيقول الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصن الجزائر بفصلين في العام الواحد حيث بإمكاننا الحصاد في الصيف بالشمال وشتاء بالجنوب من الجزائر إلى أدغال إفريقيا أين أقيمت مباراة أغندا وكذلك تنزانيا في إطار الجولة الرابعة من تصفية كأس أمم إفريقيا إلى حد الآن لا شيء غريب في هذا الخبر لكن بعدما احتسب حكم المباراة الإفواري أكثر من نصف ساعة وقت بدى الضائع جعل ذلك متابعي كرة القدم يتساءلون عن سبب كل هذا الوقت لكن تبين بعدها أن احتسابه لست وثلاثين دقيقة جاء بسبب انقطاع التيار الكهربائي في ملعب المباراة وإيقاف اللاعب لمدة طويلة جدا وهكذا بالطبع جاءت أغلب التعليق لتشرح هذا السبب الذي كان سبب هذه المدة الزمنية طويلة جدا في الوقت البدلي الضائع أول تعليق من رشيد يقول فيه ما فيه العجائب ما حدث قطع الكهرباء يحدث غالبا لأنه من صنع الإنسان قابل للطوارئ وبالتالي حدث مثل هذا في أوروبا كل من يشاهد الكرة يعرف هذا وأمور كثيرة تحدث في أوروبا خلال المباريات لكن لا ترها العيون تعليق آخر من عيسى يقول أمر طبيعي ثلاثين دقيقة توقف بسبب انقطاع التيار الكهربائي وخمس دقائق وقت إفطار هنا الحكم طبق قانون كرة القدم المعمول به أما سامير فيقول حاجة عادية بين الوقت اللي يضاع عند الإفطار وانقطاع الكهرباء يتعوض ويكمله حاجة عادية إلى نيويورك المدينة الأمريكية المكتدة ليلا ونهارا المدينة التي تعرف تعايش جنسيات وأعراق كثيرة بها من بينها المسلمون الذين يقضون رمضان في أجواء مختلفة عن أجواء سائر الدول الإسلامية لكن بفضل هذه السيدة ران عبد الحميد سيكون بإمكانهم سماع نداء الصلوات الخمس بأمريكا الأذان جاء ذلك بعدما نجحت هذه الشابة المصرية في الحصول على تصريح رفع الأذان بمكبرات الصوت في مساجد أستوريا التي نشأت بها وذلك لأول مرة جعل هذا الخبر المسلمون يفتخرون بها خاصة لتزامن الحدث مع الشهر الفضيل والدليل على ذلك مختلف التعاليق التي جاءت على مواقع التواصل الاجتماعي أولها من عبد الوهاب الجزائري يقول البلد الذي يعطي الحريات ممكن أن تتحقق فيه مطالب العامة حتى لو كانت خارج تقاليد البلد ويمكن نشر سماحة الإسلام تعليق ثاني إن شاء الله دائما كلمة الله هي العليا أمين يا رب العالمين والاحترام والشكر الجزيل للشابة المصرية التي سعت لرفع كلمة الحق بمكبرات الصوت وإن شاء الله يتحقق كل هذا بدول العالم إلى تعليق عماد حمدي جاء فيه الحمد لله بارك الله فيها وفي أمثالها من المجتهدين في رفع صوت المسلمين في كل مكان أما محمد براهيم فقال شكرا جزيلا على هذا الإنجاز التاريخي أن ترفع صوت الحق وتصدع به في زمن صعب ومجتمع غير إسلامي جزاكم الله خير الجزاء على هذا الشرف العظيم دائما نبقى في أجواء رمضان لكن من أمريكا إلى أوروبا أين تم تداول صورة رئيس أول رئيس وزراء مسلم بأوروبا هو حمزة يوسف رئيس وزراء سكوتلوندا الذي ظهر بمقر إقامته الرسمية في يومه الأول وهو يصلي رفقة عائلته بعد إفطارهم كما جاء في تغريدة له على تويتر يعتبر حمزة يوسف من الجيل الثالث لأبناء المهاجرين الباكستانيين في بريطانيا إذ جاء جده لسكوتلندا قبل حوالي ستين عاما لكن هذه الصورة لرئيس الوزراء الإسكتلندي المسلم صنعت الحدث وجعلت العديد من الرواد يتفاعلون معها على مواقع التواصل الاجتماعي وغالبا وجدنا عدة تعليق على تويتر من بين هذه التعليق تعليق خالد الذي قال منذ سنوات انتبهت المملكة المتحدة بأن أفضل موظف أو مسؤول مطيع وشاطر وفي وينفذ الأوامر حرفيا هو المتجنس الذي يخاف سحب الجنسية منه وشعوره بأن مستواه أقل من مستوى أهل البلد الأصليين وهو ملزم دائما بإثبات إخلاصه وعليه بدأنا نرى ونسمع بأسماء مسؤولين منحدرين من عائلات هندية وباكستانية في إشارة كذلك إلى رئيس وزراء الأول الهندي ببريطانيا إنجليطرا كذلك تعليق آخر من يزيد يقول مجرد أن يسمح لمهاجر باكستاني أن يصبح في منصب سياسي مهم ليس من باب الصدفة هذا مبدأ قبول الآخر وقبول مشاركته وليس إقصائه وتهميشه في أوروبا الأحزاب تحكم وهؤلاء مواطنون اسكتلنديون جميعا متساوون تعليق آخر إن شاء الله يكون فيه خير لأهله ودينه وبلده الله يتقبل منا ومنه صالح الأعمال وكل عام وهو وأسرته بخير أما تعليق آخر من زيدان كامل يقول الأول مسلم ينتخب زعيما لدولة أوروبية شيء جميل بالطبع من بين كامل هذه الأنواع والأشكال وكذلك الألوان لحقائب اليد النسائية التي نراها في هذه الصورة المصنوعة من الجلد أو كذلك المصنوعة من القماش هل تخيلتم أن تروا من قبل حقيبة يد صنعت من الصخور مثلا؟ ليست أي صخور بل صخرة نايزك نعم النيزك هذا هو شكلها النهائي هذه الحقيبة حقيبة اليد التي صنعت من النيزك الذي سقط على الأرض قبل خمس وخمسين ألف سنة ووصل سعرها ثلاث وأربعين ألف دولار هذه الحقيبة تزن حوالي كيلوغرامين وهي واحدة من الحقائب المميزة جدا وكذلك التي تعتبر ذات إصدار محدود أن يتم الحصول على النيزك بشكل فرضي لكل طلب ويمكن أن يأتي من مواقع مختلفة لا ندري إن كانت ستعرف إقبالا كبيرا من محبي الموضة لكن الأكيد أن التعليق كانت كثيرة حولها في مواقعي التواصل الاجتماعي أول تعليق من وائل يقول رخيص جدا هذا نايزك يعني هذه تحفة كبيرة أقل الأثمنة التي أراها في المزادات العالمية هي مئة وخمسين ألف دولار تعليق مخالف لهذا جاء فيه شكلها قبيح ووزنها ثقيل وغير عملية ولا يمكن استخدامها ربما من الأفضل لو تركوا النيزك كما هو وقاموا ببيعه كتذكار ثمين أو طعاموا حقائب جلدية بقطع صغيرة من النيزك نختمه بطبق جزائري لا يغيب عن موائدنا الرمضانية لكن دعوني أعرفكم على من حضره هذه المرة الشيف دانا الحلاني هي ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني التي استغلت شهر رمضان لإبراز مواهبها في الطبخ ونشرت فيديو لها على الأنستغرام وهي تطبخ الشربة الجزائرية بلمسة صحية أضافتها هي كما قدمت الوصفة والمقادير مع الفيديو الذي جاء بأغنامي الشعبي الجزائري يالرايح وين مسافر للمرحوم دحمان الحراشي نشاهد بالطبع قامت بتعديل الوصفة الوصفة بعض الشيء لأن الشربة الجزائرية كانت فيها العديد من التعليق التي حددت هذه النقطة أول تعليق من زهرة تقول شرب أفريكا الجزائرية احتلت المراتب الأولى عالميا بنتها روعة من أهم الأكلات الرمضانية وفي الأفراح في الجزائر تعليق ثاني طبعا هذا نوع من أنواع شرب أفريكا على ما أظن في الوسط أما الشرق نطبخوها فقط بالبصل لا نضع الخضار ويبقى جمال مطبخنا الجزائري بتنوعه تعليق نورا جاء فيه من أشهر الوصفات الجزائرية والتقليدية ومستحيل استغناء عليها سواء في رمضان أو الأعراس أو المناسبات والضيافات شكرا دانا أما صار فقالت رغم أن الطريقة مختلفة كليا وحتى الشكل مش نفسه لكن تبقى مبادرة جميلة وحبيت جدا كيف عملتها بالطبع نذكر أن عاسي الحناني وابنته الثانية ماريتا الحلاني كان قد قام بأغنية للجزائر سميت بلبيكي يا جزائر إلى هنا مشاهدين الكرام نصل إلى ختام عدد اليوم من الإخبارية ترندينج نتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة